بسم الله الرحمن الرحيم يا ابنائي من الطلب الطلبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع مقرر التطورة للميكية العشائر رقم وورثاء 421 معاكم أستاذ دكتور أحمد عبدالخالق أستاذ الورصة الجزائية إن شاء الله هنتكلم مع بعض النهاردة عن بعض المفاهيم في ورصة العشائر مهمة جدا أن أبقى أعرفها علشان أقدر أفهم المصطلحات وأقدر أحل المسائل بتاعتها ويبقى الموضوع سهل بالنسبة لي طيب أنا عندي أول مصطلح اللي هو العشيرة المندلية العشيرة المندلية تعرفها بمنطقة البساطة كده هي عبارة على مجموعة من الأفراد عددها كبير عيشة في منطقة محددة تتزاوج فيما بينها تزاوج حر طيب عندي تاني مصطلح هو مستودع الجينات طبعا هي كلمة افتراضية كان بفرض أن فيه مستودع كده افتراضي تخيلي موجود في العشيرة دي حتى فيه العشيرة كل الجينات بتاعتها بتاعت أفراضها محتوطة في قلبي ففرصة التقاء الجينات مع بعضها بتكون فرص متساوية طبعا معنى أن الجينات دي محتوطة محتوطة من خلال الجاميطات الجاميطة بتحمل العوامل الدراسية بتاعت الفرد تمام كده فهتبقى موجودة عندي في هذا المستودع فرصة التقاء هذه الجاميطات مع بعضها بيبقى فرصة متساوية من كل الجاميطات وبالتالي أي جاميطة من حقاها تلتقي مع أي جاميطة موجودة في هذا المستودع طيب أيه كمان عندي مصطلح الأليل الأليل ده صورة من صور الجين أنا عندي الجينات العلاقة ما بينها في علاقات ما بين الجينات وفي علاقات ما بين أليلات الجين الواحد العلاقة ما بين أليلات الجين الواحد ممكن تبقى علاقة سيادة تمة مثلا فبقول إن الأليل المسؤول عن لون العين الأحمر سائد على الأليل المسؤول عن لون العين الأبيض فحشرة تضره صفلة على سبيل المثال فأصبح عندي الجين المسؤول عن صفة اللون بشكل عام مكون من أليلين أليل سائد وأليل متنحي خلاص أقل عدد من الأليلات لجين الواحد هم أليلين اثنين معنى هذا الكلام إن الجين ممكن يبقى له أكتر من أليلين وفي الحال دي بسميها أليلات متعددة بسميها أليلات متعددة طيب بعد كده هوت عندي مصطلح التكرار الجيني التكرار الجيني هو عبارة عن لو قلنا إن الأليل A كابتل وبعاه الأليل A small الخاصين بصفة لون العين اللي احنا ذكرناها من شوية موجودين عندي في قلب المستودع بتاع الجينات دوت خلاص فنسبة الأليل A كابتل إلى كل الأليلات الموجودة في المستودع هي دي بتمثلي التكرار الجيني بتاعي يعني بفرض كده في المثال اللي قدامنا الصورة اللي قدامنا ديت لو عندي عشر نسخ منه من الجين دوت اللي هو سواء كان A كابتل أو A small فنسبة A كابتل هعد A كابتل كام وأنسبه إلى العدد الكل خلاص فنسميه التكرار الجيني هي نسبة تواجد هذا الجين أو هذا الأليل في العشيرة معناها كده خلاص منسوبة إلى إيه؟ منسوبة إلى العدد الكلي للجينات أو العدد الكلي للأليلات فلو قلنا نسبة A كابتل يبقى في الحالة دي A كابتل هيبقى عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة يبقى أربعة منسوبة إلى كام إلى العدد الكلي اللي هو عشرة يبقى أربعة من عشرة أهو هي نسبة العامل الوراثي إلى باقي العامل الوراثية الموجودة عندي فين؟ في العشيرة طيب يعني بالنسبة للB هنعندين رمز P تمام؟ اللي هو الـ probability يعني A كابتل احتمالية A كابتل بتساوي أربعة على عشرة عدد الـ A كابتل مقسومة على عدد الكل يعني يبقى ساوي أربعة من عشرة يبقى التكرار الجيني لـ A كابتل بيساوي أربعة من عشرة في الحالة دي جميل وبالتالي التكرار الجيني أو الأليل لـ إزمال هيبقى هو العدد المكمل أو النسبة المكملة اللي هتكمل لي 100% اللي هي بتساوي هنا وتكام ستة على عشرة يبقى في الحالة دي هتبقى ستة من عشرة مجموحهم هيساوي الواحد الصحيح اللي هو العدد الكل للقليلات داخل هذا المستوضع خلاص يبقى دي قاعدة مهمة جدا اللي هي بتقول ان P زائد Q هتساوي واحد ان P زائد Q هتساوي واحد يعني نسبة القليل A كابتل زائد نسبة القليل S مول هيبقى هذا الكلام بيساوي واحد صحيح او مية في المية عظيم طيب بيقابلني بعد كده مصطلح تاني التكرار الزيجوتي هو نسبة وجود تركيب وراثي معين في هذه العشيرة بالنسبة للتركيب الاخرى يعني حرونها زي ما هو مكتوب كده قدامكم هو نسبة وجود تركيب وراثي محدد منسوب الى باقي نسبة التركيب الوراثية الاخرى الموجودة في العشيرة يعني لو قلنا ان عندي زوج من القليلات او زوج من العامة الوراثية فإن نسبة الجامتات الحاملة للعامل P capital أو P small ستعتمد أساسا على تكرار التركيب الورثية لجيل الأباء التي تشترك في تقوين هذه الجامتات عظيم فمثلا إذا كان أغلب أفراد العاشرة تكبر مواسع P small P small فإن التكرار العامل المتنحي P small في الوعاء الجيني هو Q زي ما احنا مذكرنا بلكذا رمضنا P capital والP small رمضناهم بالP والQ هي نفس الحال برضو الP capital هيبقى الاحتمال بتاعه P والP small هيبقى Q خلاص فسيكون مرتفع طبعا ليه لأن نسبة الأفراد اللي هما P small و P small هيكون نسبتهم كبيرة فبالتالي احتمالهم هيكون عالي أعلى من تكرار العامل المقابل اللي هو P وبالتالي هيكون المعادلة رقم واحد اللي احنا ذكرناها قبل كده P زائد Q لا بدنا تساوي واحد صحيح فحالة التكرار الزي جوتي بها تساوي 100% كنسبة 75% إلى 25% مثلا أو 50% إلى 50% يبقى في الحالة دي مجموحهم 100% طيب بمعنى أن مجموح نسب الجاملات الحاملة للتركيب أو للعامل P capital وتلك الحاملة العامل P small يجب أن تكون مساوية لـ 100% زي ما قلنا من شوية وبالتالي بيكون مجموح نسب التركيب الزي كوتية التركيب الزي كوتية اللي هو التركيب الوراثي يعني المتوقع في الجيل التالي مبين في المعادلة التالية المعادلة الأولى اللي احنا ذكرناها اللي هي P زائد كيوب تساوي واحد فإن ده في حالة التكرار الجيني بالنسبة لحالة التكرار الزي كوتية أو التركيب الزي كوتية أو التركيب الوراثية هيكون نسبتها عاملة إزاي P زائد كيوب الشق اللي أيصر من المعادلة الكل سكوير مثربع بيساوي واحد الكل سكوير هي نفس المعادلة اللي فاتت بس احنا ربعنا الطرفين خلاص فرفك المعادلة بتاعتنا اللي هي الجنب الأيصر من المعادلة هيبقى إيه؟ هيبقى P سكوير زائد 2 بيكيوب الأول في الثاني في الثاني زائد كيوب سكوير هتساوي إيه؟ هتساوي واحد صحيح لأن مربع الواحد بواحد فيكون البي سكوير هو تكرار أو نسبة التركيب الوراثية الأصيلة P كابتال P كابتال في النسل ويرمز ترك الأفراد بالرمز دي كعدد أو كنسبة خلاص كعدد أو كنسبة هرمز لهم بالرمز دي ونسبة تركيب الأفراد الخليطة البي كابتال بي سمول هي 2 بي كيوب ويرمز لتلك الأفراد بالرمز إتش اللي هي الأفراد الخليطة بينما تكون نسبة تركيب الأفراد المتنحية بي سمول بي سمول وحيكون تركيبها أو النسبة إزاي جودية باعتها يبارة عن كيوب سكوير ويرمز لها بالرمز آر كمجموعة كأفراد ويمكن استنتاج المعادلة رقم 2 أيضا من خلال عمل مربع 2 في 2 خلاص 2x2 يعني الذي يوضح التزاوجات المختلفة بين الجاملتات في العشرة طيب الجدول دوت اللي قدامكو دلوقتي إزاي الكلام ده أنا كنا بندرس في الوراسة إزاي أعمل تزاوج فهعمل التزاوج عندي عندي الفرض الجاملتات بتاعته بي كابتال وبي سمول اللي هو الفرض الخليط اللي هو بي كابتال بي سمول يعني هزاوجه في فرض مثله بي كابتال بي سمول يبقى هده هيديني نوعين من الجاملتات الفرض الأولي هيديني نوعين من الجاملتات والفرض التالي هيديني نوعين برضه من الجاملتات اللي هي بي كابتال في جاملتة وبي سمول في جاملتة وي الفرض المقابل بي كابتال في جاملتة وبي سمول في جاملتة طيب تكرار تكرار العامل بي كابتال هو بي وتكرار العامل بي سمول هو كيو وبالتالي التقاء البي كابتل مع البي كابتل كتركيب وراثي هي نسبته بي سكوير هي نسبته بي سكوير حاصل ضرب اتكرارات في بعضها خلاص يبقى بي سكوير طيب والتقاء البي كابتل مع البي سمول هيبقى نسبته بي كيو ده الاولاني عظيم الجانب الاخر البي كابتل مع البي سمول هيجيني بي كيو برضو خلاص اللي هو بي كابتل بي سمول يعني كتركيب والالتقاء المتنحي مع المتنحي هيبقى Q سكوير كنسبة عظيم هجمع الناتج بتاعي فيصبح عندي فيه B capital و BQ موجودة مرتين BQ هنا و BQ هنا خلاص فبقت اتنين BQ وأجمعي بقى معها Q سكوير يبقى في النهاية كتكرار جيني بقول فيه من P زائد الكيوب ساوى واحد والتكرار الزي جوتي مجموعه هيساوي ايه هيساوي واحد صحيح ايضا اللي هو B square زائد اتنين BQ زائد Q سكوير بتساوي واحد هي نفس الناتج اللي احنا حصلنا عليه من ان احنا ربعنا كلا طرفين المعادلة الاولانية اللي هي B زائد Q بتساوي واحد ربعنا كلا الطرفين فينتج عندي المعادلة التانية اللي هي B square زائد اتنين BQ زائد Q سكوير بتساوي واحد صحيح تمام وبالتالي هتكون المعادلة P2BQQQQQQQ معبرة عن النسب المتوقع لفئات النسل الناتج في الجيل الثاني والمحسوبة على أساس تكرار العوامل الظبراسية في الجاملطات الأبوية والتي تسمى أيضا بمعادلة هاردي فينبرج ده اللي هو بنقول عليه قانون اتزان العشيرة يبتدي نتكلم عن قانون هاردي فينبرج يقول إيه أولا هو حاطة شروط معينة لاتزان العشيرة كلمة اتزان العشيرة بس عشان نفهمها معناها أن التكرار الجيني والتكرار الزيجوتي في العشيرة لا يتغيروا بمرور الأجيال يظلوا ثابتين في العشيرة دون حدوث تغير ده معنى كلمة التزان العشيرة يبقى معنى كلمة التزان العشيرة أو عشيرة متزنة أن التكرار الجيني بتاعها والتكرار الزيجوتي بتاعها ثابتين لا يتغير بمرور الأجيال من جيل إلى جيل يظل ثابت التكرار الجيني والتكرار الزيجوتي ده هو الفكرة بتاعت قانون هاردي فينبرغ بس الكلام دوت مرتبط بعيدة عوامل فهو قال إيه قال أولا لابد الحجم العشيرة يكون كبير جدا يبقى في العشائر كبيرة الحجم ده أول شرط أنها تكون كبيرة لإيه كبيرة الحجم تاني حاجة تتزاوج عشوائيا ما فيش تزاوج موجه تزاوج عشوائي حر كل جاملية طيب أنا تلتقل مع أي جاملية تانية يبقى فيه عندي حجم العشيرة كبير تزاوج حر في الحالة ديت هيظل عندي تكرار الجيني والتكرار الزيجوتي للعشيرة ثابت لن يتغير إلا إذا إلا إذا إيه بقى إلا إذا حصل شرط من الشروط التالي لو حصل حاجة من الحاجات اللي جاية ديت هتؤدي إلى تغير في التكرار الجيني والتكرار الزيجوتي أو التكرار الزيجوتي بس دون التأثير على التكرار الجيني وفي الحالة دي العشيرة لن تكون متزنة لن تكون متزنة يبقى هتظل العشيرة متزنة لو حجمها كبير وتزاوج فيها حر وما بيحصلش فيها لآتي أول حاجة عدم حدوث تربية داخلية كلمة تربية داخلية اللي هي أن الأفراد تتزاوج أنها أفراد الأفراد القريبة اللي فيه درجة قرابة منها وبن بعضها خلاص النباتات على سبيل المثال التي تتزاوج جنسيا إيه اللي يحصل فيها إنه يحصل فيها سيلفنج كلمة سيلفنج هنا اللي هو تزاوج ذاتي أو تلقيح ذاتي إنه النبات يلقح نفسه بنفسه عنده أعضاء التسكير موجودة وأعضاء التانيس موجودة في نفس الظهرة وبالتالي يستطيع أن يلقح نفسه بنفسه إبقى ده في الحالة اللي بيحصل لتربية داخلية وأشدهم السيلفنج اللي هو التلقيح الذاتي خلاص أو يحدث تزاوج ما بين الإخوة خلاص أو يحدث تزاوج في الأقارب إبقى أقارب أبناء العمومة أو أبناء الخالة أو أبناء الخال دول يتزاوجوا فيما بينهم دي اسمها تربية داخلية بس الدرجات متفوتة من التربية الداخلية خلاص لو حصل عندي تربية داخلية يبقى التكرار الجيني مش هيتأثر لكن التكرار الزيجوتي هو اللي حيتأثر التكرار الزيجوتي في الحالة دي حيتأثر طبعا حيبان ليه بس كلام ده قدامه فقته يعني الحاجات دي حيتبقى في محاضرات مستقلة إن شاء الله خلاص بس الأول نفهم قانون هاردي فينبرج اللي بيقول تاني وأكيد عليه تاني إن العشائر تظل التكرارات الجينية والزيجوتي لها ثابتة لا تتغير في حالة اتزان إذا كان حجم العشرة كبير وتتزاوج فيما بينها تزاوج حر ولا يحدث بها إيه أول حاجة تربية داخلية يبقى ما يحصلش فيها تربية داخلية وقلنا إيه هي التربية الداخلية تمام تاني حاجة عدم حدوث تزاوج موجه كلمة تزاوج موجه يعني انتخاب بمعنى إننا يبقى في صفة معينة موجودة في العشيرة مرغوبة يبتدي توجيه الأفراد اللي حمد لهذه الصفة أن تتزاوج فيما بينها بينما الأفراد الأخرى التي لها تحمل تلك الصفة تستبعد من التزاوج إذا في حالة دي بسميها انتخاب بنتخب لصفة معينة طبعا ده بيأثر لي بشكل مباشر على التكرار الجيني للعشيرة وبيأثر لي أيضا على التكرار الزيجوتي خلاص يبقى المفروض ما يبقاش فيها عندي تربية داخلية ما يبقاش فيها عندي انتخاب إيه كمان؟ عدم حدوث طفرات في أفراد العشيرة عدم حدوث طفرات في أفراد العشيرة ده بيساعد على ثبات التكرار الجيني والتكرار الزيجوتي لهذه العشيرة طيب إيه كمان؟ لو حصل عندي طفرة وارتدت يعني الطفرة حصلت من اتجاه الاتراز البري إلى اتراز الطافر وحصلها ارتداد تاني من اتراز الطافر إلى اتراز البري خلاص؟ فإن معدل حدوث التفور والارتداد متساوي يبقى في الحالة دي المحصلة هتتساوي صفر تاني يعني لو الطفرة عندي بتحصل بمعدل مثلا اكس خلاص؟ وفي نفس الوقت الطفرة دي بترتد تاني لأصلها برضو بنفس معدل اكس يبقى في الحالة دي معدل حدوث التفور ومعدل ارتداد متساويين تبقى المحصلة صفر يبقى هذه الطفرة ليس لها تأثير على التكرار الجيني أو الزيجوتي لهذه العشيرة خلاص؟ امتى يبقى لها تأثير لو هي ماشية في اتجاه واحد فقط؟ إنها من اتراز البري إلى اتراز الطفر فقط أو معدل حدوثها أعلى من ارتدادها وبالتالي هيحدث عندي خلل في تكرار الجيني والتكرار الزيجوتي لهذه العشيرة خلاص؟ يبقى عشان أحسم الموضوع حقول عدم حدوث تفرات في هذه العشيرة أو معدل حدوثها مساوي لمعدل ارتدادها خلاص؟ في الحالة دي المحصلة هتكون صفر طيب إيه كمان؟ عدم حدوث هجرة ما يبقاش فيه هجرة تحصل عندي فكلمة الهجرة هنا هي سواء من خارج هذه العشيرة إليها أو من داخل العشيرة إلى خارجها يعني أفراد يسيبوها ويمشوا أو أفراد من بره يقولها خلاص ده هيأثر لي على التكرار الجيني والزيجوتي لهذه العشيرة خلاص؟ يبقى الشروط بتاعتي عدم حدوث تربية داخلية عدم حدوث انتخاب عدم حدوث طفرة عدم حدوث هجرة أربع شروط أساسية خلاص؟ علشان يظل التكرار الجيني والزيجوتي ثابتين في هذه العشيرة إذا كانت تلك العشيرة حجمها كبير وتتزاوك تزاوك فر كده ستطبق عليها شروط هاردي فاين بيرج ويبقى العشيرة عندي متزنة تمام وإذا كانت العشيرة غير متزنة خلي بالك بقى لو العشيرة أصلا غير متزنة فإنها يمكنها أن تستعيد اتزانها بعد جيل واحد فقط من التزاوك الحر يعني إيه الكلام دو يعني لو العشيرة أصلا تكرارها الجيني وتكرارها الزيجوتي مش مزبوطين مش سابتين ما فيش اتزان في العشيرة بالنسبة لتكرار الجيني وتكرار الزيجوتي فبقول إن العشيرة ديت المندلية ديت هتصل لحالة للتزان بعد جيل واحد فقط من التزاوك الحر فيما بينهم ازاي بمجرد انها تتزاوج مع بعضها تتزاوج حر كل الجينات تتلتقي مع بعضها او كل الجامعة تتلتقي مع بعضها بالنسبة متساوية وفرصة التزاوج فيها كاملة خلاص نسبة الحيوية بالنسبة لهذه الجامعة متساوية يبقى في الحالة دي وحجم العشيرة طبعا كبير في الحالة دي مش هتحتاج غير جيل واحد فقط عشان تصل الى حالة الاتزان ما لم يوجد ها حد ها العوامل السابقة المؤثرة على التكرار الجيني والزيجوتي لهذه العشيرة اللي حنذكرناه خلاص طيب العوامل التي أثر على ثبات التكرار الجيني والزيجوتي في العشيرة ايه هي العوامل دي اولا الشرط الاساسي زي ما قلنا احنا كده بنقول ملخص الكلام حجم العشيرة يكون كبير جدا والتزاوج في بين افرادها تزاوج ايه عشوائي اتنين عذب حدوث انتخاب لصالح مجموعة من الافراد تمام نتيجة تميزها عن افراد اخرى بانها شايلة صفات مميزة مرغوبة او ايه او مطلوب انها تتزاوج فيما بينها اكتر من افراد تانية وان تكون حيوية وخصوبة جميع الافراد متساوية في العشيرة ما يبقاش في افراد خصبة وافراد عقيمة لا كل الحيوية متساوية في هذه الافراد وبالتالي يكون لكل فرض الحق في انه يتزاوج تزاوج حر تمام وينتج نسل ثالث حاجة عدم حدوث طفرة في الليل او من الليل الى اخر الا اذا تساوى معدل حدوث الطفرة ومعدل الارتدادها فتكون المحصلة النهائية تساوى صفات الكلام نحن اذكرناه من شوان الشكل الارتداء الطفرة وحدوثها وارتدادها الايه كابتل معدل حدوثه او معدل طفوره الى الاسمول مساوي لمعدل ارتداد الطفرة الاسمول الى الايه كابتل يبقى كلا الجانبين المتساويين يبقى في حاجة دي محصلة النهائية لهذه الطفرة هتكون صفر يعني غير مؤثرة على التكرار الجيني او التكرار الزيجي طيب انا لا تحدث هجرة من او الى العشير عظيم طيب انا عايز احسب دلوقتي التكرار الجيني للعوامل المحمولة على الكروموسومات الجسمية زي ما احنا عارفين من الوراثة ودراسنا من كده ان الخلية بتحتوي على كروموسومات هذه الكروموسومات مقسمة او مصنفة كروموسومات اوتوسومات اللي هي الكروموسومات الجسدية و six كروموسومات او كروموسومات الجنسية خلاص انا مشغول دلوقتي او مهتم دلوقتي ان انا احسب التكرار الجيني للعوامل الوراثية المحمولة على الاوتوسومات على الكروموسومات الجسدية خلاص فهو دلوقتي اولا حساب العوامل الوراثية المحمولة على الاوتوسومات العلاقة بين هذه العوامل علاقة سيادة غير تم يعني علاقة سيادة غير تم يعني الفرض الخليط يمكن تمييزه عن الفرض الاصيل الفرض الخليط يمكن تمييزه عن الفرض الاصيل لو حبينا نقولها بالرموز يبقى A capital small يمكن تمييزه بمجرد النظر عن A capital A capital وعن A small small يبقى فيه كم شكل مظهري موجود عندي نتيجة تزاوج فرض خليط مع فرض خليط مثله هيطلع عندي ثلاثة اشكال مظهرية الشكل المظهري الخاص بA capital A capital والشكل المظهري الخاص بA capital small والشكل المظهري الخاص بA small small خلاص عظيم وبالتالي يمكن تمييز الافراد الخليطة كاعداد عن الافراد الاصيلة سواء كانت A capital A capital او small small جميل جدا وبناء على ذلك فان الافراد الخليطة اللي نمزنالها بالرمز هيمكن تمييزها وليها مظهر خاص يختلف عن الافراد النقية اللي هي A capital A capital حديها الرمز D وبالتالي يمكن حساب التقرير الجيني لكل عامل بشكل سهل حتى الموضوع سهل جدا في حسابه طيب نشوف فقا مثال توضيح ازاي يحسب هذا الكلام بفرض وجود عشيرة ما مكونة من عدد N من الافراد وان العلاقة سيادة غير تامة بين القليلين A1 والA2 ادي القليلين A1 وA2 لصفة ما في افراد تلك العشيرة وان عدد الافراد ذات التركيب الوراثي A1 A1 بسوي D ده عددهم وعدد الافراد ذات التركيب الخليط A1 A2 بسوي H وعدد الافراد ذات التركيب الوراثي A2 A2 بسوي R وعلى ذلك يكون العدد الكل هو حصيلة جمع العدد كلها D زاد الH زاد الR حيسوي الN إبقى عدد كل الافراد هذه العشيرة وبما ان تركيب الافراد ثنائية العدد او ثنائي العدد ديبلويد لهذا الموقع فإن عدد الاليلات يمثل ب2N نحن نتكلم دلوقتي ده فرض حقيقية من أفراد حقيقية النواة حيوان نبات إنسان أي إن كان هذا الفرض نخرج الإنسان برا الموضوع شوي خلينا في الحيوان وفي النبات عشان فرصة التزوج والحر دي بتبقاش مطاحة في الإنسان خلاص يبقى هنا هو نتكلم ان الاليلات عندي في حالة زوجية يعني كل صفة مسؤولة عنها قليلين خلاص يبقى في الحالة دي هيبقى عندي اتنين بالنسبة لعدد القليلات في العشرة كلها والنفرض أن التكرار الـ A1 بيساوي P وتكرار الـ A2 هو Q وبالتالي عشان أحسب التكرار الجيني هيكون كالتالي P الخاص بالـ A1 بيساوي اتنين دي ليه اتنين زي ما قلنا مش هو أنه دول قليلين خلاص الـ D دي هي A1 A1 اتنين دي زائد H اللي هو عدد الأفراد الخليطة يبقى اتنين دي اتنين مضروبة في عدد الأفراد اللي هي تركيبها A1 A1 زائد عدد الأفراد اللي هي A1 A2 مقسوم على العدد الكلي ليه الأفراد مضروف في اتنين لذي أنا بتعامل معها قليلات طيب هذا الكلام معناه هختصر معناها أنها هتساوي D زائد نص H مقسوم على N إبقى ده القانون العام الأساسي عندي سواء الأولاني أو التاني فهم الاتنين بنفس المعنى خلاص بيعبروا لي عن التكرار الجيني للعامل الأول A1 في المسال التوضيح اللي احنا ذكرناه من شوية عظيم وفي الحالة التانية حيبقى Q في الحالة دي بيساوي إيه اتنين R الR دي اللي هي عدد الأفراد A2 A2 اتنين مضروبة في اتنين زائد H اللي هو عدد الأفراد الخليطة مقسومة على اتنين مضروبة في العدد الكل للأفراد إبقى في الحالة دي برضو اختصرها بتساوي R زائد نص H على N طب واحد يقول لي ما انت لسه يقول لي من شوية ان الP زائد الكيو بتساوي واحد طبعا ممكن احسب واحد منهم والتاني احسبه من القانون دوت اللي هو P زائد كيو بتساوي واحد يعني لو حسبت الP اقدر احسب احسب الQ عن طريق اول واحد نقص P يبقى في الحالة دي هاديني Q كلام سليم ما قلناش حاجة فيه ما قلناش فيه حاجة غلط ولكن انا هنا هو تحاطط اساس ان انا ممكن احسب القانون بتاعة او احسب عن طريق قانون Q قيمة Q وبالتالي ممكن احسب به عن طريق واحد نقص Q او ان انا احسب الP واحسب الQ عن طريق واحد نقص P مفيش اي مشكلة بس انا هتطلق الاثنين هنا عشان يبقى فاهمينهم وعارفين زي بيجوا خلاص يبقى لعندي القنون اللي عام زي ما قلت P بتساوي 2D زايد H على 2N أو D زايد 0.5H على N Q بتساوي 2R زايد H على 2N أو R زايد 0.5H على N طبعا بنوضح نهوت N عدل الأفراز ذات التركيب الوراس A1A1 اللي هو D و A1A2 اللي هو H اللي هو الأفراز الخليطة و A2A2 اللي هو R طيب مثال العادة دي بقى عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي في عشيرة من القطط طبعا بكلم عن حالة السيادة غير تم وبرضو ينطبق عليها حالة انعدام السيادة وطبعا بما اننا درسنا وراسة فعارفين إيه الفرما بين حالة السيادة غير تم وحالة انعدام السيادة مش هخش في التفاصيل متعلقة بالوراسة رح مكلم دلاتي في العشائر طيب يبقى ندل الوقت يقول مثال العادة دي عندي عشيرة من القطط بها 60 قطة ذات فراء أبيض اللون تركبها الوراسي BWBWBW و 50 قطة ذات فراء أسود تركبها الوراسي BPBBB و 90 قطة ذات فراء أبيض مبقع أو منقط بسود تركبها الوراسي BWBBB يحسب التكرار التكرار الجيني أو تكرار العاملين البي دابليو والبي بي لهذه العشيرة الموضوع بمتالبساطة هم منديك اعداد زادة اشكال مظرية مختلفة وعايز منك تحسب له التكرار الجيني لهذه التركيب او لهذه الصفات طيب حانا اخذها كده في جدول بسيط بحط في خانة التركيب الوراسي بتاعي للتلات تركيب ورسية المختلفة عندي واللون او المظهر بتاع هذه الصفات والاعداد بتاعتها فانا عندي ستين لونهم ابيض تسعين لونهم ابيض مبقع بسود وعندي خمسين لونهم اسود فالمجموع الكل عندي متين يبقى الان بتاعت هذه العشيرة ان بتساوي متين جميل جدا نيجي للحل هحسب اول حاجة او هفترض الفرض الاولاني ان البي دابليو ده تكراره هو بي وتكرار البي بي هو كيو بفرض كده وبالتالي ناخد الجدول عشان يبقى قدامنا واحنا بنحسب نقول هستعمل القانون اللي بيقول بي بتساوي اتنين دي زائد زائد اتش على اتنين ان او دي اي واحد فيهم او دي زائد نص اتش على ان استعمل ده او استعمل ده خلاص الاتنين سيان ايا منهم استعملهم في الحساب طيب نعوض عن القيم بتاعتنا فبلاقي ان العدد بتاع البي دابلو بي دابلو اللي هو اتنين دي دوت بيساوي ستين يبقى ستين مضروبة في نص انا استعملت دوت استعملت القانون ده اللي هو فيه نص اتش زائد نص تسعين اللي هو عدد الافراد الخليطة ماسوم على عدد الكلي اللي هو متين خلاص يبقى ستين زائد خمسة وربعين على متين طلعت بكم بتقريبا نص تكرار البي دابلو بيساوي نص بالنسبة للكيو هحسبوها عن طريق القانون اهوت هستعمل نفس القانون انا استخدمته فوق تمام فبلا ان الكيو هنا استعملت الطريقة الاولانية القانون الاولاني تمام اللي هو مضروف في اتنين يبقى اتنين في خمسين زائد تسعين على اتنين في ايه في امتين طبعا واحد يقولي طبعا نستعمل القانون واحد ايوة ماشي مش مشكلة انا بقى بيين لك انها هي هي مش فرقة يعني الوضع ده او الوضع ده واحد ما فوش اختلاف اوحد الحل بتاعي مش مشكلة عنتي خلاص بس انا دراقتي عشان بديك مثال اوضح لك بيه يبقى لابد ان انا اتبين لك ايه الحالات المختلفة يبقى الكيو هنا استخدمت القانون الاولاني او الشكل الاولاني من القانون لو كيو بتساوي اتنين ار زائد اتش على اتنين ان يعني اتنين في خمسين العدد الكل بتاع الافراد زائد تسعين لعدد الكل لأفراد الخليطة مقسومة على اتنين في ايه في امتين طلع في النهاية حوالي سبعة واربعين من مية المفروض لما اجمع سبعة واربعين من مية على خمسمية خمسة وعشرين من الف المفروض يطلع عندي واحد صحيح خلاص يبقى بي زائد كيو بتساوي واحدة طبق القاعدة ديت هل هي تنطبق فعلا ان بي زائد الكيو لابد انها تساوي واحد خلاص حبيت ان انا احسب البي فقط واجي من القانون اللي هو بيقول بي زائد كيو بي ساوي واحد واحطبق فيه عشان طلع قيمة الكيو ما فيش اي مشكلة عادي جدا المهم ان انا ابدأ بداية سليمة واستخدم القانون بشكل سليم طيب ويمكن اهو زي ما قلنا ويمكن حساب قيمة الكيو بمعلومة البي من المعدلة الاولى كما هو واضح كيو بتساوي واحد ناقص بي وفي الحالة دي هتساوي برضو نفس القيمة اللي احنا حسبناها قبل كده اللي هي سبعة واربعين من مية تقريبا طيب حساب بقى عايزين نحسب احنا حسبنا ذاتي التكرار الجيني بالنسبة لي حالة الاعدام السيادة او السيادة غير تمة هنا هحسبه في حالة السيادة التمة متقابلني مشكلة في حالة السيادة التمة ان الفرض الخليط لا يمكن تمييزه عن الفرض الاصيل السائد نقولها بالرموز الفرض اللي هو تركيبه اي كابتال اسمول ده الخليط خلاص لا يمكن تمييزه في الشكل من المظهر عن الفرض اي كابتال اي كابتال وبالتالي الاتنين ليهم مظهر واحد لا يمكن فصلهم عن بعض لكن الفرض المتنحي اسمول اسمول هو الذي يمكن تمييزه وكنا زمان بنقول شكله يدل على تركيب الوراصي شكله المظهري يدل على تركيب الوراصي بالنسبة للصفة المدروسة خلاص يبقى ده سهل عدد الأفراد اللي هم لونهم سود هتبر ان هم دول المتنحيين وعدد الأفراد اللي هم أبيض دول لهم السائدين يبقى الاسود ده عارف تركيبه خلاص هيبقى اسمول اسمول مثلا يعني هيبقى اسمول اسمول يبقى عدهم حعرف عددهم على طول انما اللي بيد دولت مشكلتهم ان فيهم النقي وفيهم الخليط لانهم سائدين سيادة أمة او العامل الوراسي المسؤول عن الصفة بتاعتهم عامل سائد سيادة أمة وبالتالي الفرد الخليط ده اللي شاير العامل المتنحي مش باين خلاص في وسط الايه في وسط العامل مع العامل السائد يعني جميل طبعا نحطين هنا مثال صغير باين علاقة السيادة أمة الفراشات الفراشات البنية والفراشة البيضة الفراشة البيضة المتنحية الفراشة البنية دي شاملة نوعين اهو السائد النقي والخليط والاتنين نفس اللون خلاص هي دي المشكلة اللي بتقابلين لكن الفرد الفراشة البيضة دي وعروف تركيبها على طول انها اسمول اسمول في الحالة دي يبقى عدد افراد الاسمول اسمول دول اقدر استخدمهم احسب بيهم التكرار الزيجوتي والتكرار الجيني هنشوف ازاي مثال توضيحي بفرض وجود عشيرة ما مكونة من عدد ان من الافراد وان علاقة السيادة تامة ما بين الاليدين اي كابتل واسمول لصفة ما في افراد تلك العشيرة وان عدد الافراد ذات التركيب الوراثي اي كابتل داش يعني اي داش دي تحتمل انها تكون او يحتمل انها تكون اي كابتل او اسمول يعني ممكن تبقى سائدة نقية او خليطة دول مجموحهم كافراد بيساوي دي كعدد يعني وعدد الافراد ذات تركيب الوراثي المتنحي اسمول اسمول ملوش اي توصيف تاني غير انه متنحي بشكل عام اللي اللي لين عندي في حالة تماثل هم موزايجس يبقى في الحالة دي عددهم ار وبينان على ذلك يكون العدد الكلي هو محصلة جمع الافراد دي زايد ار بيساوي انه ولنفرض ان تكرار العامل اي كابتل هو بي وتكرار العامل اسمول هو كيو فانه يمكن حساب التكرار الجيني كالتالي احسبه ازاي عشان احسب التكرار الجيني هنا لازم حال جاء للافراد المتنحية اللي هي نسبتها كيو سكوير كيو سكوير يبقى في الحالة دي كيو سكوير بتسويه كنسبة نسبة الافراد المتنحية بتسويه بتسوي عدد الافراد المتنحية مقسومة على العدد الكلي دي افراد العشيرة يبقى كيو سكوير بتسوي ار مقسومة على ان ار مقسومة على ان طيب لما أجيب قيمة Q هي بتساوي جزر R على N اللي هو التكرار الجيني ده اسم التكرار الزيجوتي أما التكرار الجيني هو الجزر التربيعي لقيمة Q سكوير يبقى في الحالة دي Q بتساوي جزر R على N عظيم وعند الخانوم بيقول P بتساوي 1 ناقص Q يبقى في الحالة دي هجيب قيمة P هجيب قيمة P يبقى كده أنا خرجت من أزمة أن أبتدي أدور على التكرار الجيني للP بشكل مباشر حسبتها عن طريق السهل السهل اللي هو مين؟ اللي هو الأفراد المتنحية اللي شكلها بيدل على تركيبها الدراسي خلاص أما الP وقع في مشكلة أنه هو الخليط والنقي مع بعض ما قدرش أفصل ما بينهم طيب نسأل العددي عشان يوضح الكلام ده في عشيرة المكونة من ألف رأس من الأغنام منها سبعمية ذات صوف أبيض سائد افترضاً الصفة للون الأبيض هي السائدة وتلتمية ذات لون أسود متنحي احسب التكرار الجيني لهاتين الصفتين واحسب عدد الأفراد الخليطة والنقية السائدة آه عايز بقى يعرف كعدد تقريباً حيبقى كم فرض خليط من الأفراد البيضة دولت وكم فرض نقي سائد طيب الحل ممتغل بساطة كده بما أن خارق قصبة عدد الأفراد المتنحية على عدد الكل يمثل تلك نسبة تلك الأفراد اللي هي Q سكوير احنا قلنا كيسكوير ده هو التكرار الزي جوتي للأفراد المتنحية بحسبه ازاي بقول عدد الأفراد المتنحية اللي أنا أعددها قدام عيني شايف قدام عيني اللي هما تلتمية في المثال بتاعنا مقسومة على العدد الكلي للأفراد اللي هو بيمثلي الألف فرض ده كتكرار زي جوتي يبقى في الحالة دي أني عندي هو الجدل بيقول الأبيض نسبته عدد سبعمائة فرض والأسود عدده تلتمية فرض يبقى العدد الكلي للأفراد ألف فرض يبقى تكرار الأفراد المتنحية اللي هي السوداء بيساوي كام R على N الR دي ليه عددهم على N العدد الكلي يبقى في الحالة دي حتساوي تلتمية على ألف دي الQ سكوير الQ سكوير تلتمية على ألف يبقى الQ بس حتساوي إيه حتساوي جزر تلتمية على ألف يبقى في الحالة دي حتساوي خمسمية سبعة واربعين من ألف يبقى التكرار الجيني للكيو بيساوي 547 من 1000 جميل اجيب القانون الجميل اللي احنا هحفظيه من الاول البيزا الكيو بيساوي 1 يبقى البي بتساوي 1 ناقص كيو يبقى في الحالة دي 1 ناقص 547 من 1000 هيساوي 453 من 1000 كده انا حسبت التكرار الجيني للعامل A كابتل البي هنا بيمثلي التكرار الجيني للعامل العامل A والكيو بيمثل التكرار الجيني للعامل حلو قوي طب انا عندي دلوقتي اصبح عندي موجود التكرار الجيني للعامل السائد والتكرار الجيني للعامل المتنحي اقدر بسهولة اطلع نسبة الافراد الخليطة اقدر اطلع نسبة الافراد السائدة اقدر اطلع نسبة الافراد المتنحية وانا طلعتها من الاول وعرفها من الاول النسبة بتاعتها الهيئة 300 على 1000 خلاص الهيئة 8 من 10 يعني طيب وبالتالي تكون نسبة الافراد الخليطة بتقول ايه بقى احسبها ازاي انا عندي كنسبة هي عبارة عن 2BQ راجع القانون التاني اللي احنا حسبناه تمام التقاء الايه التقاء الجاملاتات مع بعضها خلاص بيطلع لي الفرد الخليط ده نسبته 2BQ طيب ابتدي احسب النسبة دي يبقى اتنين مضروبة في كام في نسبة كل عامل عندي البي كالبي محسوبة هيا احنا حسبناها طلعناها طلعت 453 والكيوح احنا حسبناها برضو اللي هي 547 من الف اضربهم في اتنين يطلع عندي 495 من الف دي نسبة نسبة اللي هي النسبة المتقاعة بتاعة الافراد الخليطة طب عايزهم عدد اعمل ايه اضرب العدد الكلي يبقى عدد الافراد الخليطة حضرب النسبة في العدد الكلي الافراد حضرب النسبة في العدد الكلي للافراد يبقى ما تروح منهم ربع ومية خمسة وتسعين يبقى عندي العدد 200 وخمسة فرد يبقى العدد 200 وخمسة فرد تقريبا تقريبا نصف العدد الفؤاني صح ولا غلط تقريبا يعني خلاص لان تانية اتنين بي كيو ودي بي سكوير طيب يبقى هنا هوت 700 نقص 795 هيبقى 200 وخمسة فرد بكده ابناء وابناء الطلبة وطالبات الجزء الاولي من المحاضرة اتكلمنا فيه عن بعض المفاهيم اتكلمنا فيه عن حساب التكرار الجيني وتكرار الزيجوتي في حالة السيادة الغير تمة ومن ثم ايضا حالة السيادة التمة هننهي الجزء الاولاني بتاعنا دلوقتي ناخد استراحة ونكمل الجزء التاني ان شاء الله من المحاضرة ترجمة نانسي قنقر